أنشطة الأسبوع الثاني من شهر أبريل السلام عليكم أحبتي أتمنى أن تكونوا بخير رمضان مبارك عليكم جميعا أشكركم على تفاعلكم الإيجابي حول مقترح الأنشطة اللغوية إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم سوف نقوم بتنزيل قصة صغيرة مرفوقة بأسئلة تتناسب مع عمر الثلاث سنوات لإثراء الرصيد اللغوي بالنسبة لشهر رمضان فأنتظر مقترحاتكم الإيجابية كالعادة في التعليقات وشكرا لكم بسم الله نبتدأ أنشطة الأسبوع الثاني من شهر أبريل الأنشطة الحركية تمارين التوازن الأنشطة الرياضية التصنيف بعنصرين اللون والشكل بالنسبة لهذا النشاط قمت بصناعة هذا المجسم والمركب من ورقة كرتون وثلاثة عواميات قمت بتغليفها بورق الفوم ثم قمت بصناعة أشكال مربعة ودائرية ومثلثة بثلاثة ألوان مختلفة أخضر وأحمر وأزرق التمرين سوف يكون كالتالي في خطوة أولى نطلب من الطفل وضع الأشكال التي تحمل اللون الأزرق في العمود الأول هكذا ومن ثم الأخضر ثم الأحمر وفي خطوة ثانية سوف نطلب من الطفل وضع الأشكال الدائرية والتي تحمل اللون الأحمر في العمود الثاني إذن اعتمدنا على خاصيتين الشكل واللون شكل دائري ولون أحمر يمكنكم أيضا الاستعانة بأشياء دائرية أخرى موجودة في المنزل مثل اللعب أو هذا الشكل دائري الذي نقص به العجيم الأنشطة الإقاضية العلمية صنع شمس بالأوراق الملونة قمت بقص ثلاثة مربعة صغيرة وقام ابني بطيها بهذا الشكل ولسقها الواحدة بجانب الأخرى ثم لسق دائرة بينهم أو أبامهم ولسق العيون ورسم الفم وبالتالي تحصن على الشمس في إطار دراستنا للشمس كظاهرة طبيعية الأنشطة الخطية في إطار تمارين مقابل الكتابة لتهيئة الطفل للكتابة سوف نقوم برسم خط منحني على صندوق الرمل بالنسبة للصورة صورة العصر والأنشودة قصة قطة الصغيرة يوم الثلاثاء بالنسبة للأنشطة الحركية السير باتباعي مصار معين مع وجود حواجز يمكننا صنع الحواجز في المنزل بالكراسي أو الوسادات الكبيرة التي تكون متوفرة في جميع المنازل الأنشطة الرياضية ترتيب أربع عناصر حسب الحجم بالنسبة لهذا النشاط قمت بتغليف ورق الكرتون باستعمال ورق الفوم لإضفاء لمسة جمالية وقمت بقص أربع مثلثات بأحجام مختلفة ثم يقوم الطفل بمطابقة الأشكال أو المثلثات مع الفراغات وترتيبها من الأصغر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر الأنشطة الإيقاظية العلمية تمرين يغوص أو لا يغوص في إطار التعرف على المادة نقوم بمالك وعاء بالماء وجلب أشياء موجودة من المنزل من لعب الأطفال أو أشياء أخرى وفي كل مرة يقوم الطفل بوضع شيء من هذه الأشياء في الوعاء إذا لم يغطس المجسب نقول له إنه يطفو ونضعه في جانب الأشياء التي تطفو إذا غطس المجسب نقول له لقد غطس إنه لا يطفو ونضعه في جانب الأشياء التي لا تطفو إذن سيقوم بتصنيف الأشياء التي تطفو والأشياء التي لا تطفو الأنشطة الخطية رسم خط حلزوني باستعمال أعواد القطن والألوان المائية يوم الإربعاء الأنشطة الحركية تمارين رياضية مختلفة الأنشطة الرياضية تمارين تصنيف أو نشاط تصنيف حسب اللون نقوم بجمع مجسمات مختلفة من المنزل ونقوم بتصنيفها ضمن ثلاثة مجموعات أخضر أحمر وأزرق لأتعرف على اللون الأخضر وتمييزه عن بقية الألوان الأنشطة الإقاضية تزيين صورة لقوس قزح باعتباره من الظواهر الطبيعية الأنشطة الخطية رسم خط منحني باستعمال القلم يوم الخميس الأنشطة الحركية الكرة الطائرة الأنشطة الرياضية تمرين أمام وراء الأنشطة الإقاضية العلمية عمل شمس بواسطة الصنصار الأنشطة الخطية رسم خط منحني بواسطة مصاطر الكتابة يوم الجمعة الأنشطة الحركية لعبة البولين الأنشطة الرياضية تمرين تركيب صورة تمساح في إطار التعرف على اللون الأخضر الأنشطة الإقاضية العلمية تلوين مشهد ممطر باستعمال الألوان المائية والفرشات الأنشطة الخطية رسم خط حلزوني باستعمال الملح والألوان المائية وفي الختام أشكركم على تعليقاتكم الإيجابية وتحفيزكم لي والسلام عليكم